نعرفوك في تجاربك زي دا كموعدة برامج وانتي تخدم كموعدة من اللي بديت في بالك ديما تحب توصل طولي انتي في بلاسة الانيماتور اللي كنت تخدم معه ديما عينيك على كرسي المنشط هي راهو كنا نحكي لك هنا تشربتي فما برشة منها جي بتبيعته لعمري ساعة خممت اني نبش كون صحفي انا اصلا مني صحفي معنى قرايتي ما هيش صحفي علم الاخبار هنا قريت مبنج لكن مغرومة بالثقافة ومبغاليل حيتي كل نحب برشة نستهلك سينما مسرح نمشي معناها ونعرف برشة فاناني زيدة بحكم انو حتى في العائلة عندي شكون يخدم في الاداعة وتلفزة تونسية واختي زيدة تخدم توفيق اختسي لكن عمرهم ما كانوا عبيد اللي قالوا لي هيا ايجا معانا ولا جرب انك تخدم جسا كيك نحس حاجة قريبة ونعرفها دخولي للراديو ستاعة انكاستينج وانا ما زلت نقرأ معنى نقرأ في التبنيج والانعاش دخلت معنى مشيت قلت اي برا نجرب معنى نشوف روحي شنوه النجم نعمل عملوا لي تست وقتها وشنوه اللي كونيسانس بتاعي في الثقافة وكل بعد مشيت على روح في بيلي سيبان وفيت الحكاية ومعايا ناس يقرأوا في صحافة عول من الاخبار قلت سيختي الموم منشوف يخذوني معنى اينا ما قدامهم هم فينا الموم اخذي ونأخذيوك وبديت نخدم مع هادي زعيم وقتها جيت مع صيف وانا وقتها ما زلت نقرأ بنسبة لي عستاش بييه وصيف مهرجانات حفالي محليها جيت بتبيعت هالحكاية وما قلتش ناوي انا نرجع نقرأ على روحي وكهو معنى تجربة وفيت غادي وبعد كي كملتها تجربة عشبتني معنى عملت صيف بيهي وهدي زعيم اللي ما يعرفوش نجم مثلا الناس نجم ما تحبوش ولا ما هيش متفاهمة مع تمشي بتاعه في المحتوية يعني لكن تكنيك ما هو يعلم برشا وانسان سعيه برشا في الخدمة تعلمت منه ياسر وانا ديما مدينة معنى هنقرأه وفهم جوزة كبير من اللي عرفت واني عرفتو عن طريقه هو معنى كان ما مصارش وخاصة الحاجات اللي يمثلوا ديت شالانج معنى هدي مع عبد اخر مثلا كان جاي حد اخر يقول لك لي انا ما نعمل شهر ويخرجوه وهذيك هو ديما يصيرو هكي كافي خاصة في موزايك يعملو شهر شهرين ماكسيموم وما يطولوش خاطر ما يحملوش الدهك هذيك الكل اللي قاعد يعطي فيه انا حبيت هكا دي فيه معنى قلت انا يا هو معنى وصلت بعد كي اعملت برامج وحدك وليت انتي مقدمة برامج هذي شاشعك هانيك هذي زعيم هذي بعض طوا بها حاليق في نواية طوا مايش فيه احسن حاليتها جو سموع على خاطر الحكايات هذي ما نعرفش ما نحبش ندخل في النواية ولا حاجات كي من هكا شنية حكايات هذي معناه هو ما ساعدوش نواي اليوم تولي مقادمة برامج نحبش نجيو في بلاستو خاطر انا لا كلمني لا بالباهي لا بالخاي معنى اللي قالي لا عملت بيه حاجة بيه اللي عملت حاجة خايبة مناش متعاركي منراو بعضنا نسلموا على بعضنا مععش كيف مقبل مععنا قبل كلنا قراب وبحكم زيدة بتات خاطران نخطموا بعضنا فرد مؤسسة لكن توا مععش معنى كل واحد شي ضد حيته ما نعرفش اما انا بالنسبالية بلاتوه متاعي ليسق في البلاتوه متاعه عام كامل مع السيزان كامل اخدمتها في الحوار التونسي ومن تقاليد الحوار التونسي انه تستدعى تبدأ اميسيون جديدة تستدعى الانيماتور مثلا في فكرة سامي ما استدعك ما استدعنيش تسائلت كل مرة جمعة جي شهر جي ما وفيت السيزان اي بل كي طولك برنامجك مش في البرايم تايم ما ويش برنامجك حتى كين معنى عندوني سابع شهر جديدة مش اسميه في الشيشية ميسيه في الشيشية امتعى الاتنية شهر صباح معنى ما هيش انا اكسيس برايم زادا فيه وفي نهار معنى الاميسيون ما هيش غران بوبليك لكن عملت خلقة بوبليك وجيت وقتها به تسامة ثمانية متعاليل قبلي ما وقتها مريم بالقاضي وبعد جوديتو امين غارة مستائه معنى من نقطة لم يقلقنيش لا انا متأكدة انت متقلقة وقتها استائت على خاطر كل واحد خاطر وقتها حبيت شوية بروموسيون للاميسيون مش على حاجة انا منيش قطلك معي ما قبيلة منيش من احباء اني الظهور حتى اصلا للانيماتور عمري ما خممت اني نكون انيماتوري سنة حتى في موقعي كمعدة برامج كنت مرتاحة برشة وكنت نحبها نخدمها هذيك ونخدم فيها بالقدام معنى وللتوى حتى كان انا اجابة على السؤالي الرئيسي ايه ولا حتى حتى للتوى معنى انا انا ما تخيص انتع البخوجين بتاعي لكن نفسي برشة وقت وانا اللي نعد برامجي لكل معنى ما نخلي حتى حد يدخل معي ساكل وقاوس هذي زايم يعنى بخليف بتبعه تبعه تبعه كبيره اما معنى ما استدعاكش وانتي كنت انتظر دعوة ولواني انا قلت حتى هانيكش يعني لانا كنت كنت تخدم معك معدة لا اسألتو بعد اسألتو خليتها باش ما تظهرش لينا نحب ان نظهر معناها ما تظهرش باش ما يقراها بحتى طريقة معناها ما هيش هي وفايت السيزان قتلو هذي عليش ما استدعيتنيش قال لي ما تفرشتش اللي هي مستبعدة لحكاية لكن ما يسيلش معنى تتعدي اه اسألتو اسألتو ايه ما خليتاش في قلبي تهنة قالتو ما تفرش لاي قال لي ما تفرش وكانت ايجابة عرفتك اللي ما نجمش نزيد ناقشو اكثر من هكاكا ما تفرش ما تفرش ما شن قولك تفرش بسي فعلا هكا معناها ما تفرشتش وفاقت وفاقت فاقت داي ننتظر ايجابة هذي زعي على النقطة هذي خاطر نعرفوك خدمت معا معناها برجة وانتي كنت حكيت وانتي كنت حكيت وانتوا ديما عمري ما ننكر نقول له وهيدي هو لي وراني اثنية معناها فما حاجات انتي قلتلي انا خدمت في موزايك واكثر مؤسسة خدمت فيها فما بوغ لانكدوت مايسا اول مرة وقت عطاني باش نحذر حوار نذكره بالكده بالكده وقتها مكتوب وقت اللي رقوف من عمري عاوض في لطفي بوشنيق في دوره رجل جودة ناجح كنت تفكر الدور هذيكا قالي حذر لي حوار انا في بيلي حذرت حاجة مش نور معا الوقتها لكن كي غزر لي لسين عبارة نعيش فيها تواق غزر للورقة غزر لي لي نعمل هكا وقتعها دونك بالنسبة فما عبد اخر ينجم يتغشش معناه يقولش بيك مستفزة معناها الحركة هذيكا انا قلت مثالش يعملها كاكا انا بش نزيد نحاول مرة اخرى نحاول مرة اخرى بعد قالي درس رقم واحد في الاعلام وعليش المؤسسة هذية ومزاييك مختلفة على الاخرين الحاجة انتي قالي انتي اكتبت حاجة اللي تجيل لبين لناس الكل قالي اول سؤال واول حاجة تجيل لبين لك تلاوحها هذيكا على خاطر كيف ما انتي بش خامن فيها وغيرك بشي خامن فيها دونك انتي تمشي للحاجة اللي ميمشي لها حد وقعدت حيتي كل نمشي بالمبدأ هذيكا اللي اتعلمتوا من عندوه هوا اشتركوا في القناة